أسيد الرئيس الحضور الكريم يأتي انطلاق هذه الدورة تحت عنوان شمال إفريقيا والبحر المتوسط دعم إمدادات الطاقة العالمية والطلب المستدام في توقيت بالغ الأهمية توالت فيه على المجتمع الدولي سلسلة من التحديات المتعاقبة طالت طبيعاتها العالم بأسره ولم تكن مصر بمعزل عن تلك التحديات وسعيا للتخفيف من وطأة تلك التحديات والعمل على تحويلها لفرص داعمة للاقتصاد المصري فقد عمل القطاع على استغلال المقاومات التي تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها وفي إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمي في تخفيف أثار تلك التحديات فقد برز الدور المحوري لمنتدى غاز شرق المتوسط ليؤكد بشكل قاطع على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية في المبادرة بتأسيسه فقد توجدت جهود تعزيز التعاون الإقليمي بزيادة صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضي وتواصلت نجاحات قطاع البترول فخلال العام الماضي ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 18.2 مليار دولار فضلاً عن تحقيق فائد في الميزان التجاري البترولي للعام الثالث على التوالي ليصل إلى أكثر من 3 مليار دولار وفي مجال البحث والاستكشاف تم طرح أربع مزايدات عالمية على منصة بابة مصر الاستكشاف والإنتاج الرقمية منذ إطلاقها في 2021 ومن المخطط طرح تلات مزايدات عالمية خلال العام الجاري كما تم وضع خطة طموحة مع شركائنا العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي والتي نسعى لوضعها على الإنتاج سريعاً وفي إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليم للطاقة نجح قطاع البترول خلال الثماني سنوات الماضية في تطوير بنياته التحتية من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة استقبال نقلات البتجاز إضافة 79 مستودع لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية إضافة خطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز وفي مجال تكرير البترول تم تنفيذ ثمان مشروعات جديدة وقد شرفنا خلال العامين الماضيين بافتتاح السيد الرئيس لثلاثة مشروعات كبرى منها ترجمة نانسي قنقر